رغم الجهود المبدولة ما زالت ظاهرة تزويج القاصرات قائمة ومستفحلة في المجتمع المغربي وذلك ما تؤكده آخر معطيات نيابة العامة الوطنية 33600 هو عدد الطلبات المقدمة أمام المحاكم المغربية خلال سنة 2018 بهدف تزويج القاصرات وخاصة الفتيات دون سن الثامن عشر معطن له عدة دلالات بحسب رئيس نيابة العامة محمد عبد النبوي الذي دعا إلى وقفة جدية للتأمل ومراجعة الوضع آخر التقارير الصادرة عن وزارة العدل تسجل أيضا أن 85% من الطلبات المقدمة إلى المحاكم يتم قابولها وتخص 99% من طلبات تزويج القاصر الفتيات دون سن الرشد يتعلق الأمر بتسع فاصل ثلاثة في المئة من مجموع عقود الزواج المبرمة في 2018 وضع يزيده خطورة بحسب فعاليات حقوقية أن المعطيات تهم فقط الزيجات الموثقة وما خفي أعظم من الزيجات البعيدة عن الإحصاء أو ما يعرف بزيجات الفاتحة بحسب النيابة العامة يدعو ذلك إلى إعادة تقييم لدور قضاة الأسرة المكلفين بالزواج في اتجاه التضييق على هذه الظاهرة الاشتماعية بما يضمن التطبيق السليم لمدونة الأسرة في هذا السياق تقوم نيابة العامة بإصدار عدة دوريات لأعضائها بمختلف محاكم المملكة لحثهم على مراعاة المصلحة الفضلة للقاصرين فوق كل الاعتبارات من جهتها ترى العديد من المنظمات الحقوقية أن مختلف الدوريات وحملات التحسيس غير كافية وتطالب باستئصال أداء من جذوره بالإبقاء على سن الزواج محددا في 18 سنتنا لكل الجنسين دون إمكانية النزول عن هذه السنة يعني ذلك إلغاء الاستثناءات التي وضعتها مدونة الأسرة وحذف المادة العشرون التي تعطي لقاضي الأسرة الحق في الإذن بزواج الفتاة أو الفتاة دون سن الأهلية إذا توفرت مبررات مقنعة بعد الاستماع للأبوين والنائب الشرعي مع الاستعانة بخبرة طبية أو بحث الشمعي وأيضا المادة الحادية والعشرون التي تحدد شرط موافقة النائب الشرعي في المقابل يرى البعض الآخر أن الشروط الموضوعية لم تنضج بعد لإلغاء هذا المقتدى بنظر الارتباط الظاهرة لحد كبير بالعادات والأعراف المجتمعية السائدة في بعض المناطق وخاصة في الوسط القروي فالإلغاء يفتح بحسب هؤلاء الباب على مصرعيه أما ظواهر أكثر خطورة مثل الزواج العرفي وزواج الفاتحة وبحسب دراسات حديثة أجرتها هيئات حقوقية فإن الهاشاشة للشماعية والاقتصادية أيضا من أهم العوامل المسهمة في استفحال ظاهرة تزويج القاصرات